كل التحقية في بداية حلقة النهاردة من السادسة أهلاً وسهلاً بحضراتكم طبعاً الأهلي والبلدية عودة مرة تانية الملف الدوري مباراة الحقيقة أهميتها تتخطى بكتير مجرد مواجهة في بطولة الدوري المصري ليه بقول كده؟ لأنها مواجهة صعبة على كل ما خيص الأهلي والبلدية مباراة صعبة؟ آه مباراة صعبة وهقول لحضراتكم ليه أنا مفكر فيها أنها مواجهة صعبة رغم أنه الحقيقة أهلي خد مطشط السيزن ده على المستوى الفني أصعب كتير جداً وفي ظروف أصعب كتير جداً من ظروف مباراة البلدية لكن التخوف ولما تبص الأجندة الأهلي يمكن من حيث الأهمية بالنسبة للجمهور كلامي بالنسبة للجمهور اللعيبة والجهاز الفني دي قصة تانية خالص لكن بكلمة بالنسبة للجمهور لما تبص الأجندة الأهلي يتلاقي عندك بكرة إن شاء الله زي دلوقتي أو بعد دلوقتي بساعة ما تشو بكرة ساعة سبعة أستاذ القاهرة تكون مباراة البلدية في الدوري العام أو دوري الممتاز طيب الجمعة تقفل الدوري وتروح لدوري أبطال أفريقي عندك يانج أفريكنز برضو في أستاذ القاهرة بعدها تروح لنهاية كاس مصر مع الزمالك في السعودية يوم 8 مارس دي أجندة الأهلي على المدى القريب يعني هل هي الأصعب مقارنة بيانج أفريكنز والزمالك؟ بالتأكيد لا هل هي الأهم بالنسبة للمباراة يانج أفريكنز والزمالك؟ بالتأكيد لا لكن منحس التوقيت ومنحس نقطتين بشوفهم في مطاق الأهمية طبعا في فرصة كبيرة جدا هتكلم عليها مع ضيفي كابتان عاشرة في منضوح النهاردة في مطش بكر فرصة للجهاز وفرصة للعيب لكن خليوها نركن الفرص على جنب دلوقتي ليه بتشوف مطش بكر صعب؟ بشوف مطش بكر صعب لسببين أساسيين واحد هو الداونجريد فكرة أنه اللعيب يبقى بيلعب دايما في مستوى تنافسي عالي فكرة أنك أنت بتواجه في معظم الوقت منافسين عندهم مستوى ومعين من الندية وانت داخل المباراة عارف أن المباراة قبلة لكل الاحتمالات بتلعب في كاس العالم بتلعب في كاس النهبة بتلعب في الدولة الأفريقية بتلعب في كاس مصر يعني كل المطشات وانت داخل فيها كل الاحتمالات قايمة دي في حد ذاتها لما بتيجي بعكاها هيحصل لك داونجريد منو انت بتلعب في كاس العالم وبتلعب في تشامبيونز ليج أفريقيا فتيجي للدولة بعد فترة غياب طويلة في نازلة في دروب منتلي أو يعني على المستوى المعناوي أو العقلي اللعيب عالية اللعيب بتحس انه في نازلة كده في مستوى أقل بكتير مش بكلم بس على البلدية على فكرة بكلم على بطولة الدوري عموما يعني دي نمرة واحد طبيعي طبعا ومفهوم مفوش تقليل من الحد لكن هو احساس طبيعي جدا انه الاهلي لما بيبقى بيلعب مع فرق كبيرة على مستوى أفريقيا أو مستوى العالم كمان طبيعي لما ينزل مسابقة الدوري أول نازلة دي بتبقى صعبة شوية فيه احساس بالداونجريد اللي بقول حضراتكم عليه طب ايه نقطة تانية؟ نقطة تانية هي فكرة الدغاية فعلا ليه؟ تتذكر على مسابقة لغاية اللحظة دي تقريبا المنافسة فيها خلينا اقول ضعيفة يعني خلينا اقول ضعيفة نهاردة متصدر الدوري بيلعب مباراته الـ 14 هي مباراة القمة بالمناثة في الدوري زادوا أمبي أمبي صدارة 23 زاد مركز تاني 21 لعب مباراة أقل يعني النهاردة أمبي وصل لـ 14 مباراة معرفش نتيجة المباراة خلصت ولا لسه لكن أمبي النهاردة اللي في الصدارة لعب 14 مباراة رصده من النقاط كم نقطة؟ 24 نقطة من أصل كم نقطة؟ من أصل 42 نقطة ده المتصدر البطول لها بتكلم عن المنافسين الرئيسيين الزمالك وبيرميدز بعاد تماما عن المشهد آه ليهم مطشات معجلة لكن خسروا عدد كبير جدا من النقاط لعبت 6 مطشات رصدك 14 نقطة بالتالي فيه أحساس أنه المنافسة تكاد تكون منعدمة وده شوية ممكن عند أي لعيم؟ مش بكلم على عبتلي أهلي يقلل شوية حتة الدقائف فماتش بكرة مباراة صعبة مباراة صعبة أعتقد أنه مارس الكولر هيواجه فيها على مستوى الدوافع والنواحي المعنوية والنفسية مشقة أكتر من فكرة حتى الغيابات وفكرة ضغط المباريات وفكرة الصفر المتواصل جزائر غانا قاهرة وبعد كده فيه سعودية يعني فيه مشاكل طبعا عند الجهاز الفني لكن في النهاية أنا بشوف أنه مباراة بكرة صعبة بكل التفاصيل اللي بتهيأ لي أنه يجب على الجهاز الفني واللعبته أنه هم يستغلوا بكرة هو الكيرف بتاع الأداء يعني أنت محتاج بكرة مش فكرة أنك تلعب على ثلاثة بونت بس ثلاثة بونت مهمين طبعا لكن محتاج بكرة تحاول ترجع في رقيتك لأنه اللي جاي هيبقى على مستوى الصعوبة أعلى بكتير جدا من المطشاط الدوري سواء كنت بتكلم على أدوار الإقصائية فيه احنا تأهلنا خلاص لدورة 8 في دوري الأبطال في انتظار بقى مين أول مين تاني في انتظار قرعة هتحدد الأهل هيواجه مين وعندك مباراة نهائي كاس هتكون صعبة جدا الزمالك اللي دعم صفوفه بعدد كبير من اللعيبة في النهاية تبقى بصرف النظر عن سكواد والأسماء والأجهزة الفنية مباراة الأهل والزمالك ديربي قائم فيه كل احتمالات فمهم جدا استغلال فرصة البلدية كمباراة كمان للتحضير ورفع مستوى الأداء في المطشاط اللي قبل من روح المطشاط الجاية إن شاء الله يانج أفريكنز اللي خلاص بالمناسبة طرحت التذاكر بتاعتها شركة تذكرتي أعلان طرحة تذاكر مباراة الأهل واليانج أفريكنز بنحاول بس نوصل مع حضراتكم لمعلومة دقيقة كام تذكرها هيتم طرحها أو عدد الجماهير اللي هيسمح لها بالحضور فيه أستاذ القاهرة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله المباراة ساعة ستة بتوقيتنا جولة في العالم كله وعندي أخبار وعندي تعليق على الفاينال بتاع كرباو كاب مبارح واحد من الدروس اللي احنا دايما بنأكد عليها ماتشن بارح تشالسي ليفربول أكد على معنى مهم جدا 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 في كورت القدم